جميل جداً التأسيس اللي حضرتك ذكرته لكن برضو حركة شرط النقطة مهمة وهي إن أولادنا كده كده هيغلطوا في السنة في محالة الصغر لكن أنا عايز أعرف كأب وكأم ما أنا خايف عليها شيخ محمد وعايز أقومه وعايز أطلعه إنسان كويس إنسان صالح لو ما فيش عقاب خالص ما هو كده زي ما بيقولوا عيره يفلت فهل إحنا ضد سياسة العقاب مطلقاً يعني ما فيش حاجة اسمها عقاب أي إن كان هذا العقاب مش بتكلم هنا على الضرب على اللوم العتاب اللوم العتاب الحرمان من شيء معين أمنعه مثلاً من حاجة بيحبها وهكذا العقاب إذا كان مقصود به استخدام عنف شديد وضرب وإهانة وما إلى ذلك ده لم يقل به أحد يعني لا يجوز آه اللي هو العنف اللي يؤثر في الجسد ظاهرياً ويؤثر في الصحة النفسية وما إلى ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيدة عائشة تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط لا خادم ولا امرأة ومن الخادم اللي إحنا لسه كنا بنتكلم عليه سيدنا أنس إذن سيدنا النبي لم يستخدم هذا طيب العقاب اللي حضرتك عاوز تستخدمه أو إزاي أقوم الطفل في هذه المرحلة العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة حب في الأساس ده الفطر اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليه ولذلك أنت هالطفل صغير كده والده مثلاً بيشيره بطريقة معينة هل بتجد الولد خايف؟ لا ليه؟ هو واسق أن والده خايف عليه لكن لو حد تاني حيخاذ حتى لو حيعد الطريق صحيح ده الأصل العلاقة التي بين الآباء والأبناء علاقة حب أنا شفت عمل تصرف معين والتصرف ده خطأ أعالج التصرف أقول له الحوار بقى يا محمود اللي حضرتك بتعمله ده خطأ ليه يا بابا خطأ؟ ده علشان واحد اثنين تلاتة اربعة هيجي حد يقولك إيه الأولاد ما بسمعوش الكلام يا مولا أشك محمد يقولك مش عايش معنا ولا أشك محمد مجلبيننا خاصة الزكور كمان خاصة الأولاد البنات الصغيرين لا أهدى كده وأمامير يجي يقولك يا مولا طيب أنا قلت له ونصحته بس ابني عنيد أعمل معا إيه في الحالة دي ممكن نشوف الحاجة اللي هو بيحبها مثلا أو نبص عشان أنت عملت الحاجة دي أنا حمنع عنك مثلا بدل ما احنا كل يوم بنطلع أو كل أسبوع بنروح المكان الفلاني مش هنروح ليه يا بابا؟ علشان أنا زعلان منك علشان حضرتك عملت التصرف الفلاني شايف أنا قلت حضرتك ما قلت لهش أنت؟ شكرا